هدوء حذر يسود قطاع غزة والمستوطنات الصهيونية بعد ليلة ساخنة أشعلها الكيان الصهيوني بقصف طال القطاع المحاصر في انتهاك واضح لاتفاق التهدئة الذي كان برعاية مصرية الجيش الصهيوني أوقف قصفه على القطاع دون تحديد أسباب ذلك وحركة حماس التزمت بوقف ردعي العدوان لكن الظروف السياسية في حكومة الاحتلال وتصريحات مسؤوليه لا تشي بأن العاصفة قد ولت فلا تزال طائرات استطلاع الاحتلال تحلق على مستويات مختلفة في أجواء القطاع ولم تفتح كثير من المؤسسات أبوابها وتعم الأسواق حالة من الحذر خشية تفجر الأوضاع مجددا في ظل مؤشرات على أن الاحتلال لم ينهي هذه الجولة من التصعيد فمنذ أن سقط صاروخ قادم من غزة على بلدة شمالية الأبيب أصيب الوسط الصهيوني بهلع شديد بسبب فشل القبة الحديدية في التصدي له ولعمق المسافة التي طالها الحادثة أدت إلى استنفار سياسي وخصوصا لوقوعها قبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية تهديدات بالاشتياح العسكري المباشر للقطاع وشن حملة عسكرية مدمرة أطلقها عدد من مسؤولي الكيان كما حشدت على حدود غزة قطاع عسكرية كبيرة متأهبة لمعركة محتملة رغم عدم تبني حماس مسؤولية إطلاق الصاروخ على تل أبيب الأطراف الدولية المترقبة دخلت على خط التهدئة ومحاولة انتزاع فتيل الحرب المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف أجر اتصالات مع حماس عبر مصر وأطراف أخرى لتثبيت التهدئة وعدم تصعيد جديد أما من الجانب الصهيوني فالتلويح بالحرب رغم ظرف الانتخابات هو الرد على الأطراف التي دخلت على خط التهدئة حيث أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة آفي دختر أن موعد الانتخابات قد لا يكون عائقا أمام شن حملة عسكرية ضد غزة المحاصرة